اتهمت هيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع عمر البشير النيابة العامة بالتأثير على سماع أقوال شاهدين اثنين من شهود الدفاع وقالت إن بعض الشهود تلقوا تهديدات في حال الإدلاء بشهاداتهم أمام المحكمة في قضية الرئيس المخلوع ومن بينهم الشاهد الذي حضر إلى جلسة أمس لإبلاغ المحكمة بما تعرض له من تهديدات وقال رئيس هيئة الدفاع أحمد إبراهيم الطاهر إن القضية أوشكت على نهاياتها بسماع شهادة شاهدين للدفاع خلال الجلسة القادمة في الثاني من نوفمبر المقبل لم يحضر شاهد اليوم غير شاهد واحد حضر كان يريد أن يبلغ المحكمة باعتزاره عن الشهادة لضغوط المورسة عليه ولكن القاضي لم يسمح له بمقابلته شخصيا ولذلك أثارت هيئة الدفاع هذه القضية أمام المحكمة بأن هناك تهديد وقع على هذا الشاهد من قبل سلطات النيابة العامة ولذلك ما استطاع أن يمثل أمام المحكمة